إن القرار للمحكمة الفرنسية لاعتقال الرئيس السوري بشار الأسد وكما تعلمون فإن النظام القضائي في الدول الغربية وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي أكثر من مرة أثبت أنه منحاز وهذا كان الحديث يدور عن 2013 واستخدام الأسلحة الكيميائية كان في منطقة إدلب فهذا الأمر معروف تماما وعدد كبير من الخبراء المستقلين والصحافة حتى الغربية كانت قد نشرت حينها الحقائق التي تتحدث على إمكانية أن هذه العملية كاستخدام الأسلحة الكيميائية كانت خلفها جبهة النصرة هي التي تقف خلف هذا الاستخدام